السلام عليكم كم هي المدة التي يستطيع فيها الإنسان أن يمتنع عن الطعام تماما جاء في صحيح الإمام مسلم أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مكث ثلاثين ما بين يوم وليلة وليس له طعام إلا ماء زمزم يقول حتى تكسرت عكن بطني أي انثنت من السمن والشبع والقصة مشهورة ومعروفة ومذكورة في السير أيضا لكن ها هنا قصة غريبة ذكرها الشيخ الألباني عن نفسه رحمه الله تعالى وسأذكر بعدها قصة ثالثة فيها شيء من الغراب يقول رحمه الله تعالى أنه كان يعاني من آلام في البطن والصدر ومكث تقريبا عشر سنوات وهو يثداوى عند أحد الأطباء لكن دون مفائدة وكان يذهب إليه على الدراجة النارية لأن الشيخ في دمشق وهذا الطبيب في دوما وبينهم 15 كيلو تقريبا ومرة قرأ كتاب لأحد الأطباء النمساويين اسمه التطبيب بالصوم وفكرة الكتاب أن يصوم الإنسان أربعين يوما عن الطعام ولا يتناول في هذه الأربعين إلا الماء فقط الماء الصافي لا شاهي لا قهوة ولا أي شيء من أنواع الطعام وطبقها الشيخ كان ينزل من وزنه كل يوم نصف كيلو ومع ذلك كان الشيخ نشيطا يسافر في سبيل الدعوة إلى حلب واللاذقية وإدلب وغيرها من المدن طبعا تطبيق مثل هذا النظام يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية جدا وأصعب امتحان مر على الشيخ بعد أن قضى أكثر من نصف المدة فبعد أن مر 22 يوم أو 23 يوم سافر إلى حمص فوقف الباص في إحدى المحطات لتنزيل وتحميل ركاب جدد وكان من المقرر أن يقف الباص في تلك المحطة لمدة نصف ساعة فشم الشيخ رائحة مقالي الفلافل والكبدة وغيرها فيقول كدت أن أنفجر وهو أصعب امتحان مر به لكن تصبر واكتفى بشم الرائحة عن تناول الطعام وبعد أن قضى هذه الأربعين يوما في اليوم الـ 41 ذهب إلى الطبيب الذي كان يتعالج عنده سابقا فكشف عليه فوجده قد تعافى من بعض ما كان يجد سابقا فأصبح الشيخ يصف هذا العلاج لكل من يشتكي له مرض من ذلك أن شخصا كان حسن الأخلاق وصاحب دعابة ومزاح كانت تصيبه نوبات ينقلب فيها ينقلب فيها إلى مجنون فلا يدع شيئا إلا كسره فتعالج في المستشفى ابن النفيس وذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وعلى جوب الصدمات الكهربائية فما استفاد شيئا فنصح الشيخ أن يجرب هذه الطريقة فصام ستة أيام ولم يستطع أن يكمل لكنه وجد تحسنا فأعاد الكرة وصام ستة أيام ثم زاد في المدة حتى وصل إلى ثلاثين يوما وذهب ما به فأصبح هذا الشخص يصف هذه الطريقة لكل إنسان كلما جاء أحد يشتكي مرضا ونصحه بتجربة الشيخ الألباني أن يصوم عن الطعام أربعين يوما ومن ذلك وهذه هي قصة الأخي أختم بها ثم أذكر لكم القصة الثالثة ومن ذلك أن جاء رجل إلى هذا الشخص وشكى له حال أمه وأنها طريحة الفراش ولا تتحرك وإلى غير ذلك فقال صوموها قال كيف نصومها يا أخي هذا إمرأة كبيرة في السن وعجوز ولا تستطيع ولا تتحمل وستموت منعنا عنها الطعام قال إن ماتت فقد تخلصتم منها وإن تعافت فالحمد لله هذا الذي تريدونه قال تصيح وتبكي قال دعوها تصيح وتبكي كما تريد قولوا لها ليس لكي عندنا إلا هذا الماء وفعلا وضعوا لها بجانبها ماء لتشربه وكانت الأم تصيح وتبكي من الجوع فلم يكونوا يستجيبوا لها والله مستعان لكن بعد ستة أو سبعة أيام قامت تمشي على رجليها وشفيت والحمد لله هذه هي القصة الثانية بقيت القصة الثالثة وهي أعجب من سابقتها ما سبق كان امتناعا عن الطعام فقط فهل سمعتم عن إنسان امتنع عن الطعام والشراب سنين عدة هذه القصة أسندها الحاكم في تاريخ نيسابور وقال الذهبي في السير هذه حكاية صحيحة في إحدى مدن خوارزم كانت امرأة تدعى رحمة بنت إبراهيم وكان زوجها نجارا فهجم عليهم الأعداء على حين غفلة فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة وكان زوجها ممن قتل فأصبحت في هم وغم شديدين تندب حظها وتفكر في حال صبيانها فلما أذن المغرب قامت تصلي وفي سجودها نامت فرأت رؤيا رأت كأنها في أرض حسناء وذكرت من وصف هذه الأرض والقصور والأنهر التي فيها ورأت كذلك زوجها يتناول طعاما هو ومن قتل معه في ذلك اليوم فناداها زوجها وقال لمن معه هذه البائسة جائعة أفتأذنون لي أن أناولها شيئا تأكله تقول فناولني خبزا هو أشد بياضا من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر وألين من الزبدي والسمن فلما استقر في جوفي قال اذهبي فقد كفاك الله مؤونة الطعام والشراب ما حيتي في الدنيا فكانت لا تحتاج إلى الطعام والشراب أبدا وانتشر خبرها وذاع أمرها فأراد الوالي أن يختبرها فأمر بها فحبست ووكل بها بعض من يثق به وفعلا وجدوها لا تأكل ولا تشرب شيئا ولا تحتاج إليه إلى الطعام والشراب أبدا تعليق بسيط إذا ثبتت هذه القصة وفعلا أن المرأة استغنت عن الطعام والشراب بكسرة تناولتها في المنام فكيف بمن يتناول من طعام الجنة حقيقة ويشرب من شراب الجنة حقيقة أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى من الجنة تعليق آخر ترك الطعام والشراب ليس بسنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب لكن من تركهما لفترة للتداوي فأمر آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر